من جانبه أكد سعادة الدكتور وليد بن خليف المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن التطور الجديد في مسار التعامل مع الفيروس يحتم على الجميع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة وذلك بعد اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة في مملكة البحرين من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة ومتابعة الحالات القائمة تم اكتشاف الفيروس المتحور في عدد من الحالات القائمة في مملكة البحرين المطلوب من الجميع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي والجهات الرسمية لتجنب زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة ونظراً للمستجدات والمعطيات التي تتم دراستها بشكل دوري وبناءً على توصيات الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا فقد تقرر بدءاً من الأحد 31 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أسابيع تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم والمراكز والدور التأهيلية الحكومية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بكافة المؤسسات المذكورة في حين سيستمر الحضور في المدارس والمراكز الأهلية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كما تقرر إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءاً من 31 يناير الجاري أيضاً ولمدة ثلاثة أسابيع سيتم الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات حسب ما يستجد كما سيتم زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها